صناعات قطر ما الذي دعم الأرباح في النصف الأول من العام؟ سنقف على ذلك بالمؤشرات والأرقام والبيانات لهذه الشركة الكبيرة الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر في الربع الثاني ارتفاعات ب362 في المئة هذه الارتفاعات لافتة إذا قررنا بين الربع الثاني من العام 2020 والعام 2021 وجهة توقعات كانت تشير إلى 1.7 لكنها جاءت فوق التوقعات بهذا الكم الكبير بطبيعة الحال نتحدث عن مليارين ومئة مليون ريال أما المقارنة النصفية بين النصف الأول من العام الماضي 2020 والنصف الأول من هذا العام أيضا لصالح صناعات قطر بنسبة مهولة كبيرة ارتفاعات ب442 في المئة نتحدث عن ثلاثة مليارات وخمسمائة وأربعين مليون ريال مقابل ستمائة وخمسين مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2020 هذا يحكس التحسن الكبير النوعي في صناعات قطر ما هي أسباب نمو الأرباح بهذا الشكل المتصاعد الكبير لماذا نمت؟ تعافي الطلب العالمي نحن نعلم أن جائحة كورونا ضغطت على كل الأسواق وحدث نوع من الانفراج النسبي إنعكس بدوره على ذلك وكانت زيادة الأسعار بشكل مجمل بـ 35% واحدة من العوامل الرئيسة التي أدت إلى هذه الأرباح المهولة كذلك زيادة المبيعات بـ 40% وتشغيل خطوط إنتاج جديدة هذا شأن داخلي في صناعات قطر نفسها دعم هذه الأرباح وكانت هذه النسب الكبيرة كذلك ارتفاع كفاءة تشغيل المصانع بـ 98% دعمت الإنتاج وتكاملت كل هذه العوامل والظروف وخلقت هذه القفزات الاستثنائية النوعية في صناعات قطر نتحدث عن المركز المالي لشركة صناعات قطر بالنصف الأول من العام 2020 نتحدث عن ارتفاعات الموجودات بـ 4.3% إلى 37.5 مليار ريال أرصد النقدية وإنعدام ديون طويلة الأجل نتحدث عن 11 مليار ومئة مليون ريال المطلوبات تراجعت 2% إلى مليارين ومئتي مليون ريال الزمم الدائنة للشركة تقدر بمليار و400 مليون ريال حقوق المساهمين ارتفعت 5% إلى 35 مليار و300 مليون ريال الأرباح المدورة تتضمن 29 مليار ريال هذا فيما يتعلق بالأوضاع المالية لهذه الشركة ماذا عن سهم شركة صناعات قطر في ضوء كل هذه الظروف والمعطيات القيمة السوقية لصناعات قطر تقدر ب81 مليار ريال هذا يشكل 13 في المئة من بورصة قطر هذا يعني أن صناعات قطر تحمل وزن معقول كبير في هذا السوق سهم الشركة شهد تراجعات كبيرة وإن كان مر ببعض المنحنيات المتراجعة في هذا العام لكن منذ بداية العام 2021 نرى فيه صعودا بـ 23 في المئة مضاعف القيمة الدفترية يقدر بـ 2.4 مرة والمكرر الرفحي لشركة يقدر بـ 24 مرة ما يجعلها أيضا عرض ربما للتحسن على مستويات الاستثمار في البورصة القطرية